اهلا بيكو في الدورة الجديدة عن عميل الكيك في الدورة دي هوريكو 8 خطوات عشان الكيك المعمول من طبقات يطلع معاكو بطريقة نجحة لو هنعمل كيكة البيت العادية من طبقة واحدة دي اوكي ظريفة وسهلة وممكن ما قدمش معاها اي كريمة اصلا انما لو انا عايز اعمل كيكة من طبقات ومحشية بكريمة الزبدة ومتزينة الموضوع ده بيبقى صعب شوية بالزيت لو انتم مبتدئين او عملتوها بس مرة او مرتين عشان كده انا النهاردة حتتلكو الخطوات بتاعتين لنا بتأكد ان اي وصفة بعملها بتطلع حلوة التمن خطوات دي هتوريكو ازاي بنرتب المكان قبل الخبز بنجهز اتقوالب الكيك بنخبز بطريقة مضبوطة وعمال كريمة الزبدة كمان بطريقة مضبوطة وفي الاخر بنعمل تزين كيك زريف ونتبسط كمان وحنا بنعمله خليني اعرفكو بنفسي انا اسمي منار مصرية عايشة في دبي وانا بعمل كيك وبدي دورات كمان خلينا دلوقتي نتكلم عن خطوات لعمال كيك من طبقات اول حاجة هي التحضير للخبز ولازم ان احنا نجهز المكان اللي احنا هنشتغل فيه اجهز الفرن بسخن الفرن على الدرجة الحرارة المطلوبة في الوصفة وبجهز اوالب الكيك عندي هنا اوالب 20 سنتي بجهزهم بورق الزبدة بحط ورق الزبدة في القاع بتاع الاوالب وبحط الزبدة او الرش السبري وطبعا محتاجة مقص وقلم رصاص عشان اقص ورق الزبدة مجرد بدهن الزبدة على الجوانب وشوية برضه في القاعر عشان ورق الزبدة بعد ما قصه يلزق تحت طبعا بكرر الموضوع ده في الثلاث اوالب زي ما انتم شايفين وكده الكيك بيطلع معايا بسهولة جدا بجهز المكان اللي انا بشتغل فيه هنا بحط كل المكونات بتاعت الكيك او اي حاجة بعملها حتى لما باجي بطبخ بجهز كل المكونات كده على التراويزة ومعايا الميكسر بتاعي معلقة السيليكن الميزان كل حاجة جاهزة تاني خطوة ان زي نحفظ طبقات الكيك بعد ما بتطلع من الفرن بعد ما الكيك بيبرد خالص بسيبه يبرد خالص في الاوالب بمشي سكينة عادية مش لازم تكون حمية بس كده على الجوانب عشان الكيك يطلع معايا بسهولة زي ما انتم شايفين مجرد ما بقلبه بيطلع لانه في قعر الكيك في ورق الزبدة ده بيخليه يطلع بسهولة جدا بعد كده انا بحب الصراحة ان انا احط اغلف الكيك بتاعي بالبلاستيك كويس جدا واشيله في الفريزر اقعد شيله الكيك في التلاجة عشان التلاجة ممكن تنشي في الكيك فانا بحب اقسم الشغل بتاعي يعني اخبز الكيك في يوم اعمل الكريمة في يوم اعمل التزيين تالت يوم فبغلفه كويس قوي كده اطلع منه كل الهواء والفراغات وبشيله بالمنظر ده تالت حاجة كريمة الزبدة وطبعا زي ما انتم عارفين ان الوقت ان فيه انواع كتيرة لكريمة الزبدة فانا احب انصحكم انكم لو مبتدئين ابتدوا بكريمة الزبدة الامريكية ليه لانها سهلة جدا في العمايل مجرد سكر بودرة وزبدة بس لو انتم عايزين تجربوا حاجة اصعب شوية ممكن الكريمة السويسرية لونهم مختلف طعمهم مختلف جدا فجربوا وانتوا لتقرروا تحبوا تعملوا ايه بعد كده عندنا تحضير الكيك احب اطلع الكيك من الفريزر قبليها بربع ساعة واشتغل بكيك بارد ببتدي الاول اساوي سطح الكيك فبمسك سكينة واقطع الزوايد اللي فوق دي عشان الكيك بتاعي يبقى متساوي جدا بعد كده بنستخدم بورد اللي احنا هنحط عليه الكيك دول نوعين فيه السميكة شوية وفيه رفيعة طبعا مش فرقة اي واحدة تستعملوها ولكن حاولوا تجيبوها مقاسها يكون اكبر شوية من الكيك بعد كده عندنا تجميع الطبقات عشان اجمع طبقات الكيك بحط نقطة كريمة على البورد بعد كده بابتدي احشيها بالكريمة طبعا حاولوا تخلو فيه نفس كمية الكريمة في كل طبقة ليه عشان عندما اجي قطع الكيك تبقى شكلها برضو متساوي وحلو وان محشية بالتساوي في كل طبقات دايما اخر طبقة كيك بحطها بالمقلوب رقم 6 تغطية الكيك بالكريمة الكيك بتاعنا دايما بياخد طبقتين من الكريمة اول طبقة بنسميها الكرامب كوت الكوت اللي هو بيمسك كل الفتفيت ده الطبقة دي نخليها رفيعة جدا زي ما انتم شايفين هنا انكم شايفين الكيك من ورا الطبقة يعني شفافة اوكي بعد ما بخلص الطبقة دي بحطها في التلاجة او في الفريزر كده ما بيبقاش بقى فيه عندنا اي فتفيت خالص وبنضف المكان كويس وبعدين بحط الطبقة النهائية دي بقى بتبقى طبقة سميكة من الكريمة بسويها كويس جدا لان دي اللي بنعمل عليها الزينة فبنسويها حلوة قوي وبردو احب برضو احطها تاني في التلاجة عشان تبقى مسكة نفسها رقم 7 ازاي بنتجنب كل الفتفيت اللي طالع من الكيك ودي تريك صغيرة جدا بنعملها مجرد بيبقى عندي بول صغير بمسح السكينة الفرد فيه عشان لو انا بعمل الكرام كوت اي فتفيت طلعت بمسح كل الفتفيت هنا بدل ما حطها في البول اللي فيه زينة النهائية رقم 8 هو تزين بسيط للكيك لو احنا مبتدئين خلينا نحاول نعمل زينة بسيطة بادوات المطبخ العادية يعني دي حاجة سهلة جدا نحن نعملها من غير اي ادوات يعني مخصصة لتزين الكيك بضهر المعلقة او بضهر السكينة بعد الف كده حوالين الكيك وبيعمل لي الشكل ده وممكن احط سبرينكلز يعني الموضوع مش لازم يكون صعب لو عندي رقوس التزين دي ممكن اجهز كيس في كريمة زبدة والراس دي واعمل الدواريات دي حوالين الكيك من فوق بتطلع جميلة جدا ولو عندي وقت اكتر وعايز اتمرن اكتر بالقمع التزين ممكن الون الكريمة واجرب رقوس كتيرة وسبرينكلز اتمنى انكم تكونوا استفدتوا لو حبيتوا النهاردة النصائح اللي انا قلتها وحسين انكم حبيتوا برضو طريقتي في الشرح احب اعرفكم ان الدورة الجديدة الكاملة بتاعتي تزين بكل ثقة دلوقتي مفتوحة وممكن تشتروها